موسيقى 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 اليوم طريقة رمز الشبكة المتصل عليها طريقة جدا سهلة وما يحتاج منك اي تعب ومجهود فقد نحتاجها برنامج برنامج الكيور راح اضع الكاميرا بقبل الوصف تكون متحمدون هذا البرنامج نفس اللي راح اضع بالوصف لان هذا البرنامج يقبل يعني انه تضع صورة حتى ياخذ الكود مالتها طبعا شباب هذا الكود موجود بجميع الاجزة الحديثة واجزة شاومي اجزة هواوي اجزة اجزة سوني القديمة وبعض اجزة سامسونج القديمة اول شي لازم انتصل على الشبكة نجي نضغط على الواي فاي الشبكة المتصل عليها نضغط عليها ضغطة واحدة ها يطلع عنا هذا الكود ناخد له سكرينشوت انا نسحب ثلاثة سابع اخذ سكرينشوت اجزة سامسونج يضغطوه على زر الباور وزر الهوم يعني نضغطين عليها هن راح ياخذ سكرينشوت وبعض الاجزة موجود بها هذا لزر اللقطة الشاشة اما نضغطونا علي راح ياخذ سكرينشوت لانتم شوفوا شون تاخذ سكرينشوت لهذا كيو ار ونجي نضغط على البرنامج نطلع على البرنامج مثل ما قد ترون راح على الارابط بالوصف حتى تقدروا تحمله بكل سهولة وضغط على هاي اقونة حتى ندخل على المتصفح نضغط على اللقطات الشاشة وندوز هذا الارابط الصح نخلي المربع على الارابط راح يطلع عنا معلومات الشبكة هنا طبعا اسم الشبكة الحماية مالتها وهنانا الباسوارد هنا هذا الباسوارد اثنين سبعة صفر اثنين سبعة خمسة ثلاثة صفر هذا الباسوارد الشبكة الاني متصل عليها مثل ما قلت لكم الطريقة جدا سهلة فقط تعتاج هذا البرنامج وهذا الكيوار موجود بجميع الاجزاء الحديثة مثل ما قلت لكم يعني لا تعتاج لا تدخل على الارابط الراوتر ولا تدخل على اي شي فقط تاخذون الكيوار وتعطوه بهذا البرنامج راح يطلعتكم معلومات الشبكة كاملة اذا عجبكم مقاطع لا تنسوا اللايك والاشتراك بالقناة وشكرا للمتابعة اشتركوا في القناة